الجدول الدوري لمدليف بيقول لي مدليف ده من اوائل العلماء اللي حاولوا تصنيف عناصر الجدول الدوري لان مدليف ده كان عبارة عن مدرس لمادة الكيمياء وكان بيحاول وهو بيحضر عشان يشرح لطلابه حاول يشوف طريقة سهلة لدراسة العناصر دي ففكر ان هو يرتب العناصر دي في جدول او في شكل عشان يسهل عليهم دراستها طب هو عمل ايه؟ قال لي ان هو عمل بطاقات كانت 67 بطاقة ملونة ومن خلال 67 بطاقة ملونة دي كتب على كل بطاقة منهم الرمز بتاع العنصر وكتب عليه الوزن الزري ليه وكتب عليه الخواص الهمة زي درجة الغلايان درجة الانسهار وكسافة العنصر طيب بيقول لي ان مدليف ساعة مقام بتصنيف عناصر الجدول الدوري سنة 1871 حاول او وضع بالفعل الجدول الدوري لي ده في كتاب يدعى مبادئ الكيمياء طيب العناصر اللي كانت معروفة في وقت مدليف كانت 67 عنصر لذلك مدليف جمع 67 بطاقة ملونة طيب تعال نشوف ازاي مدليف صنف العناصر بتاعته قال لي اعد 67 بطاقة تمثل كل منهما عنصر كتب عليها ايه مستر كتب عليها اسم العنصر كتب عليها وزن الزري وكتب عليها الخواص الهمة زي الكسافة ودرجة الانسهار ودرجة الغلايان بعد كده ابتدى يرتب العناصر المتشابهة في الخواص في مجموعات رئيسية وقسم بعد كده المجموعات الرئيسية دي لمجموعات A وB لما جم سألوا مدليف انت ليه قسمت المجموعات الرئيسية ليه A وB قال لي لوجود اختلاف في خواص هذه العناصر يعني العناصر دي مختلفة في الخواص ففي التالي هنقسم المجموعات الرئاسية لمجموعات A ومجموعات B طيب ومن هنا جاءت لحظة اكتشاف مندليف للجدول ازاي قال لي بعد ما مندليف حضر البطاقات وبعد ما وضع العناصر بتاعته في مجموعات رئاسية متشابهة في الخواص ودى لكل منها لقب A أو B لاختلاف الخواص بتاعت هذه العناصر جاءت لحظة الاكتشاف لما جيه بص للجدول الدوري بتاعه بشكل أفقي وجد ايه؟ وجد ان العناصر اللي حطها في الجدول مترتبة ترتيب تصعدي حسب الأوزان الزرية لها ركز في جملة دي قوي حسب الأوزان الزرية لها فلاحظ ان نفس الترتيب وتدرج الخواص دي حصل في كل دورة بس من بدايتها يبقى تدقى ايه؟ لاحظ ان الخواص العناصر بتتدرج أو بتتكرر بانتظام مع بداية كل دورة جديدة يبقى هو لاحظ ان تترتب العناصر ترتيب تصعدي حسب أوزانها الزرية عند الانتقال من يسار الجدول الدور إلى يمينه فلاحظ رقم اتنين ان العناصر الخواص بتتكرر بانتظام مع بداية كل دورة جديدة شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن اشتركوا في القناة